كشفت مصادر طبية في مدينة التربة جنوب تعز عن وفات ثلاثة أشخاص بمرض غريب اشتاح المنطقة وتضاربت الروايات حول نوع المرض ففي حين قالت مصادر طبية أن المرض المتفشي هو فيروس غرب النيل الذي انتشر مؤخرا في تعز توقعت مصادر أخرى أن يكون المرض هو انفلونسا الخنزير كل ما تردد علينا من حالات هناك حالات أكثر من 28 حالة وصلت إلى المستشفى وعولقت أكثر من 17 حالة وحالتين إلى ثلاث حالات أنتكست الحالات وهي في حالة حادة دخلت بشكل مفاقع إلى حالات فشل رئوي وهذا ما قعلنا نكون أكثر وحرصا ودقة في عملة استقصاء عن هذا الوباء وهناك وباء منتشر بفيروس الانفلونسا الخنازير وقد سبق أن يصيب اليمن بجميع الأقالي الموجودة والمحاوضات قبل خمس سنوات بهذا المرض هو حالات اشتباه بالانفلونسا الانفلونسا هو عبارة عن فيروس يصيب الإنسان له عدة أنواع من هو انفلونسا الطيور والانفلونسا العادية والانفلونسا الخنازير ليس هناك إثباتات أكيدة عن الحالات الأعراض تبدأ بكل أنواع الانفلونسا بحمة، زكام، سعال حرقان في الصدر ممكن إلى الحلاق مثل ما يسمى هذه الأعراض مشتركة عند جميع أنواع الفيروس ما يشد الانتباه هو إذا دخل في المرحلة الصعبة والمعقدة الكمبليكيتد كما نسميها إذا دخل على الجهاز التنفسي يبدأ المريض يشتكي من صعوبة التنفس الشديدة مصاحب ببصاق دموي هذه الحالات التي تحتاج إلى تدخل